لكل اللي عايز او عايزة تخسي ومش عايزة تتأيد بنظام غذائي معين بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجات الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية تعالوا نتعرف مع بعض السعرات الحرارية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية والقيمة الغذائية كمان وهي غنية بالبروتين وسعرات الحرارية قليلة وما فيهاش كربوهايدريد فهي مناسبة للرجيم المعلومات الغذائية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية للميت جرام السعرات الحرارية 158 سعر حراري بروتين 27.3 جرام كربوهايدريد 0 دهون 6.10 جرام المعلومات الجزائية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية للجرام الواحد السعرات الحرارية 1.5 سعر حراري بروتين 27.100 جرام كربوهايدريد 0 دهون 4.100 جرام المعلومات الجزائية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية لقطع صغيرة بوزن 17 جرام زي ما شفنا في الفيديو السعرات الحرارية 26 سعر حراري بروتين 24.8 جرام كربوهايدريد 0 دهون 8.10 جرام المعلومات الجزائية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية لقطع متوسطة بوزن 22 جرام زي ما شفنا في الفيديو السعرات الحرارية 35 سعر حراري بروتين 6 جرام كربوهايدريد 0 دهون 1.1 من 100 جرام المعلومات الجزائية في الكلاوي او كلى البقر المسلوعة او المطهية لقطع كبيرة بوزن 29 جرام زي ما شفنا في الفيديو السعرات الحرارية 45 سعر حراري بروتين 7.9 جرام كربوهايدريد 0 دهون 1.3 جرام ولو حتى حابب يعرف سعرات لاي اطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات وانتظرونا وقيام غذائية جديدة ترجمة نانسي قنقر